أرى الشيطان في أمور بسيطة أولها أحاول أنا وأنتم ألا نذنب أن نبتعد عن الذنب وأسبابه مهما كان هذا الذنب وأعظم ما نتعبد الله أن نخاف منه فنبتعد عن أسباب الذنب وكل واحد مننا عنده نقطة ضعف يعرفها فعليها أن يتجنبها يقول صلى الله عليه وسلم من جلس في بيته حتى لا يغتاب الناس غفر له ذنب إذن إذا أنت تعرف أنك إذا رحت هذاك المكان ستغتاب لا تذهب يغفر لك ذنبك إذا كنت تعلم أنك بتروح للسوق وسيسرح نظرك يميناً يساراً لا تذهب للسوق وهكذا كل واحد مننا يعرف أين خطأة وأين نقطة ضعفة فعليها أن يسدها بقدر الإمكان وكلما كنت كذلك كلما كان رتبتك ومحبة الله لك أعظم وكلما خفت من الله كلما كان الله يحبك ولمن خاف مقام ربه جنتان ويقول ربي في سورة النازعات فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جنتان يلمأوى الأمر الثاني لا قدر الله إذا ضعفت نفسي أو أنفسكم ووقعنا في الذن كيف أقهر الشيطان أيضاً الأولى هي الوقاية والوقاية أهم من العلاج أما الثانية فهي العلاج إذا لا قدر الله وقعت أنا وأنتم في الذن ما المطلوب مني حتى أقر هذا الشيطان يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلى صاحب القلم في الشمال أن لا يكتب الخطيئة إلا بعد ست ساعات من وقوعها فإن تاب عبدي فألقها وإن لم يتب فاكتبها إذن من هذا الحديث ما الرسالة التي لي ولكم أني إذا أذنبت أنا وأنت لا قدر الله أتوب بسرعة أشتغفر قبل أن يرتد لأي طربي ليش حتى لا تكتب علي خطيئتي ليش حتى واجه الله وصحيفتي بيضاء ليس فيها خطأ واحد ومن يكون هذا حاله سيكون وين بروح للفردوس الأعلى بأمر الله لن يمر على النار بمغفرة الله ورحمته إذن إذا لا قدر الله أذنبت أنا وأنتم نتوب بسرعة حتى لا تكتب علينا الثاني إذا أذنبت أنا وأنتم لا قدر الله زلة عين أو زل لسان أو أي شيء من الذنوب علي عليكم أن نستغفر بسرعة وندعو الله يا رب أجعلها آخر مرة يا رب آخر مرة تكفر يا رب أن عيني تزل وتنضل حرم يا رب غض بصري عما عما حرم يا رب كف لساني عما يغضب وهكذا إذن علي أن أستغفر بسرعة وأخرج من ذنبي علي أن أرى الله سبحانه وتعالى أني جاهد لن أرجع لهذا الذنب بشيء فعلي أن أدعو الله أن تكون آخر مرة الثالثة يقول ربي في صورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات ويقول ربي في صورة الرعب ويدرؤون الحسنة بالسيئة ويقول صلى الله عليه وسلم واتبع الحسنة السيئة تمحها إذن إذا أذنبت أنا وأنتم لا قدر الله علي أن أستغفر بسرعة أدعو الله أن تكون آخر مرة ثم أحسن مرتين ثلاث أربع وكلما يزيد عدد الحسنات التي بعد الذنب كلما يزيد دليل ليس عن محبتك لله دليل محبة الله لك إذا أنا أذنبت لا قدر الله زلت عيني أسبح مئة مرة أستغفر مئة مرة أتصدق بماء أكلم أمي أكلم خالتي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال يا رسول الله فجرت ليس هناك ساقطة ولا لاقطة إلا فعلتها قال ألك أم قال لا قال ألك خالة قال نعم قال برها فالبر أعظم أعظم سبب من أسباب ثبوت التوبة إذن كلما زدت حسناتك بعد كل ذنب اربط كل ذنب تذنبه استغفر مئة مرة سبح مئة مرة رسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله مئة مرة كتب له ألف حسنة ومحي عنه ألف خطيئة يعني أنت اخطيت خطة واحد فإذا بك تقهر الشيطان تأتيك ألف حسنة وينزع عنك خطيئتك ومعها تسعة وتسعين خطيئة أي نعمة أنا وأنتم فيها تسعمائة وتسعة وتسعين إذن هذه الطريقة هي الطريقة التي واحد أقهر بها الشيطان اثنين أحفظ بها صلاتي ثلاثة يكون قلبي سليما كل ذنب ينقت فيه نكتة السوداء متى تذهب إذا تبت متى تنجلي إذا أحسنت خلاص الآن الجرح أجرح أندويته لكن بقى فيه ندبة متى هذه الندبة تروح ما تشور إذا أحسنت استغفرت مئة سبحت مئة قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر مئة صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى طاب خاطئ بعد كل ذنب ترجمة نانسي قنقر شكرا